بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مناوئ له في حكمه ولا منازع له في سلطانه وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوا على من بدت فينا بشائره الهاشمي الذي طابت عناصره انت بتغو أجر يكون جزيلا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى من سار على نهجه وقتفى أثره إلى يوم الدين اللهم حقق آمالنا اللهم لا تخيب فيك رجاءنا اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا اللهم آمين قولوا آمين أمنيتك عنوان همتك على قدر همة كل واحد بتكون أمنيه على قدر همتك بتكون طموحاتك وآمالك على قدر ما تحمله من همة ومن عزيمة تكون آمالك وطموحاتك هذا هو عنوان حلقة اليوم تتحدث عن قصة لبعض الأمان التي تحققت وأي الأمان أفضل وأي الأمان هي الخير مهم جدا لو سألنا كل واحد دلوقتي إيه أمنيتك؟ إيه أعظم حلم بتحلمه؟ ساعات هنسمع أماني مشروع وأحلام مشروع أماني دنيوية سيارة فارهة منزل جميل زوجة حسناء أو غير ذلك وساعات في ناس أمنيها أماني عرفجية يعني أماني عرفجية سمع بعض الناس يدعو دائما ويقول اللهم رزقني ميتة كميتة عرفجة عمالي يدعي الدواء ده فالناس جموا وسألوه من عرفجة ده؟ من عرفجة اللي أنت عملت يدعي أن أنت تموت زيه ده؟ فقال عرفجة رجل أكل لحما مشويا وشارب ماء باردا ونام في الشمس فمات شبعانا ريانا دفانا في ناس همها كل في الحياة وامنتها كلها في الحياة لا تأكل كويس تشرب كويس ودل الأسف الشديد ربنا سبحانه وتعالى بيانع عليهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم أمال أمنيتك شكلها يبقى إزاي مفروض يكون شكلها إزاي وكيف تكون هذه الأمنية وهذا الهدف شوفوا سيدنا عمر بن عبد العزيز جاء إليه رجاء بن حيوة وبدأ يبص على جلده ليه جلده يعني متشقق وثيابه خشنة كلام ده بعد أن تولى الخلافة فبكى سيدنا رجاء بن حيوة فقال له عمر ما يبكيك تبتبكي ليه يا رجاء سيدنا رجاء كان من العلماء والعباد والزهد قال من ثوبك قبل الخلافة وثوبك بعد الخلافة قبل الخلافة سيدنا عمر وهو أمير كان يلبس أبها السياب وكان يلبس السياب يعني الغالية الفاخرة لكن بعد الخلافة حاله تبدل سيابه خشنة سيابه رثة فقال سيدنا عمر بن عبد العزيز يا رجاء إن ليه نفسا تواقة أنا عندي نفس يعني عندها عزيمة عندي نفس ما عندهاش صبر على الدعا والكسل إن ليه نفسا تواقة تاقت نفسي إلى الإمارة فنلتها تاقت نفسي إلى فاطمة بنت الخطاب فنلتها تزوجتها تاقت نفسي إلى الخلافة فصرت خليفة والآن يا رجاء تتوق نفسي إلى الجنة اللي بتتوق نفسه إلى الجنة حاله هيكون مختلف تصرفه هيكون مختلف سلوكه هيكون مختلف سيابه اللي كانت في هذه الحالة ستتبدل إلى السياب التي كان عليها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضه تعالوا نحكي قصة اليوم ونشوف هذه الأماني التي تمناها هؤلاء الأربعة جلس أربعة من الرجال وهم سيدنا عبد الله بن الزبير وأخوه سيدنا مصع بن الزبير وأخوهما سيدنا عروى بن الزبير وعبد الملك بن ميروان في حجر الكعبة جلسوا بجوار الكعبة فقال أحدهم ليتمنين كل منكم أمنيته كل واحد كده يفكر هو نفسه في إيه يتمنى هو إيه أمنيته يعني فبدأوا يطلقوا الخيال يعني يطلقوا العنان لخيالهم وكل واحد يقول أمنيته بدأ سيدنا عبد الله بن الزبير قال إني أتمنى أن أملك الحجاز وأن أنهال الخلافة يبقى ده أول واحد سيدنا عبد الله بن الزبير أتمنى أن أملك الحجاز وأنهال الخلافة سيدنا مصعب قال وإني أتمنى أن أملك العراقين فلا ينازعني فيهما أحد وأن أتزوج سكينة بنت الحسين رضي الله عنه أرضا وقال عبد الملك بن ماروان إن كنتما تقنعان بهذا فإني لا أقنع إلا بأن أملك الأرض وأنال الخلافة يعني حميته أعلى وأما سيدنا عروة بن الزبير فسكت ما ألش فسألوه وما أمنيتك يا عروة قال بارك الله لكم في أمانيكم أما أمنيتي فهي أن أتعلم العلم وأعلمه الناس وأن يرضى الله تبارك وتعالى عني ختمت هذه الأمنيات الأربعة ودار الزمان دورته ما الذي حدث بعد ذلك هل تحققت هذه الأمنيات وأي الأمنيات فيهم كانت خير هذا ما سنعرفه بعد فاصل قصير فاصل قصير ونعود إليكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقفنا قبل الفاصل مع هذه الأمنيات الأربعة كل واحد تمنى أمنيته سيدنا عبدالله بن الزبير قال أريد أن أملك الحجاز وأن أنا الخلافة سبحان الله تمر الأيام ويملك الحجاز ويملك مصر ويملك العراقين ويبايع بالخلافة طبعا في نزاع معروف بينه وبين بني أمية وسيدنا مصعب تمنى أن يكون له العراقين فولاه عبدالله بن الزبير بعد أن بويع بالخلافة على العراقين وتزوج سكينة بنت الحسين كما تمنى طبعا تحقيق الأمنيات هذا دليل على الجلد دليل على العزم دليل على الهمة عبد الملك بن مران ماذا كان منه لقد بايعه الناس بالخلافة بعد أن التأم شامل المسلمين بعد أن قتل عبدالله بن الزبير هذا الذي قتل في المكان الذي تمنى فيه قتل في حجر الكعبة وبويع على عبد الملك بن مران بالخلافة وتقريبا ملك الأرض الكرة الأرضية في عهد عبد الملك بن مران كادت أن تكون دولة إسلامية قاربوا على أن يفتحوا العالم أجمع فبهذا تحقق له ما أراد بويع بالخلافة وصار يملك الأرض تقريبا كلها أما عروة بن الزبير الذي تمنى أن يتعلم العلم وأن يعلمه الناس فإنه طاف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته ولازم خالته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخذ علبها وأخذ علم الصحابة جمع علمهم حتى صار من أعظم فقهاء المسلمين وكان في المدينة سبعة فقهاء معروفين في تاريخنا بالفقهاء السبعة كان على رأسهم وكان أولهم وكان في مقدمتهم وكان عمر بن عبد العزيز بعد ذلك لا يفتي في شأن إلا أن يرجع إليه وكانوا يقولون كان عروة أفطننا كان أزكانه خير من تمنى فينا نحن بهذا لا نقصد أن نحجر على الناس في أمنياتهم في الدنيا بالعكس نحن ندعو إلى امتلاك الدنيا وامتلاك زمامها وإنحن نجهل هذه الدنيا وسيلة للآخرة ونسخرها لطاعة الله تبارك وتعالى ومرضاته لكن مهم جدا أن تضبط البصلة وتضبط الأمان على رضى الله تبارك وتعالى مهم جدا هذا المعنى مهم جدا يبقى الهدف رضى ربنا سبحانه وتعالى شوفوا الشهيد أحمد يسين لما سئل ما أمالك ما طموحاتك ما أهدافك فقال جملة واحدة جملة صغيرة بتبرهن على حال هذا الرجل ورسوخ إيمانه وتجرده قال أملي أن يرضى الله عني وهو الشيخ المقعد الذي أيقظ الأمة كلها ومات شهيدا رحمه الله ورضي الله عنه أرضاه وطبعا يعني مثل هؤلاء يموتون شهداء من أراد أن يموت موت الشهداء فليحيى حياة المجاهدين فالرجل عاش حياة المجاهدين فمات موت الشهداء تعالوا نختم بقصة بتبين كيف أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطنوا لهذا وفهموه جيدا قبيل غزوة أحد جلس سيدنا عبد الله بن جحش وسيدنا سعد بن أبي وقص فقال سيدنا عبد الله بن جحش لسعد تمنى تعالى نتمنى كده قبل الغزوة قبل القتال قبل المعركة فقال سعد اللهم لقني فارسا من المشركين شديدا حرده شديدا بأسه أقتله وأخذ سلبه يعني قاتله ويخذ الغنيما اللي معاه أو سلاحه وما يلبسه القتيل يسمى سلب أما سيدنا عبد الله بن جحش فقال اللهم لقني فارسا من المشركين شديدا حرده شديدا بأسه قوي يعني أقاتله فأقتله ثم لقني ثانيا فارس ثاني يعني شديدا حرده شديدا بأسه فأقاتله فيقتلني ويجدع أنفي ويقطع أذني حتى إذا لقيتك يوم القيامة ووقفت بين يديك سألتني يا عبد الله ما هذا يعني ما الذي فعل بك هذا فأقول فيك يا رب في سبيلك يا رب فسيدنا سعد بن أبي وقاص يقول لقد رأيته بعد أحد وإن أنفه وأذنه لمعلقان في خيط وحوله يعني هذا الفارس الذي قتله من المشركين تحققت أمنيته بالضبط وقال سيدنا سعد لقد كانت دعوة عبد الله خيرا من دعوتي نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما إنه ولي ذلك والقادر عليه ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيمة وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وسوف تسألون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر